وعلى طول إيدي نصح للعيب الصغراء تعلمنا منه حاجات كتير لله رحمه طبعاً يعني فجاع بالنسبالنا يعني رحمه طبعاً تعاملت معاه؟ تعاملت معاه طبعاً يعني لعبتي ضده طبعاً وأنا حارس مرمى بس هو كان مدير فني المقصة أوكي وتعاملت بقى معاه في الاسطف بتاعه متخب مصر إحنا كنا أنا ومحمد شوقي كنا شغالين معاه الزبط صراحة يعني إحنا تعاملنا شهر ونص بالزبط طبعاً كان هو يعني من المدربين اللي بحب شغل قوي يعني هو بيقعد على طول بيشتغل وبيزاكر وبيشوف بيديوهات والقطع ما فيش يعني إحنا كنا لساعات كنا ممشي لساعات مثلاً لما كنا قاعدين مع بعض في الاجتماع إحنا كلنا يعني منروح الساعة مثلاً 12 دور منمشي بالليل مثلاً الساعة 9 بالليل وفي ميزة حلوة إن هو أولاً من المدربين الهديين إحنا إحنا إمكان لعبنا ثلاث مطشات معاه مطش كان مطش غنية وكسبنا واحد سفر مطش نحن نرعبنا إسيوبيا فجئت طبعاً يعني كان في مجموعة لعب اعتذرت كان في لعب اصابة وفي لعب اعتذرت نهاية موسم وكل نادي هو بيأسرع اللعبة بتاعتهم يعني استاذرهم المدير فني وكل اللعب كان بيجي يحطه يعني تحت ضغط ويتكلم مع النادي وبتكلم مع اللعب خلاص مثلاً ما فيش أي مشاكل والرجل بيأخذ كل قرار بيدو ولا أنا عملي ما شفته متنرفز لا ولا بيتعصف ولكن انت خلاص لما النادي بتاعك عايزك تقعد ما تبقاش موجود في المعسكر ده أو انت تاخد راحة مفيش روحنا لعبنا ومطش أسبوع كان فيه ستة لعبة نغاصلنا ما كانش فيه بخت فيه ما كانش فيه اه اه اتغلبنا ادينا طبعاً كان الجوي مش كويس هو هادي مع اللعب تكون هادي هادي من برا بس ما تعرفش جوا فيه هو جوا طبعاً لا شايد طبعاً بس هو كان بيتحاولي هو اللي يشيل المسئولين اه بالضبط ما كانش بيشوف ان هو بيحمل لاعب او بيحمل اي حد مسئولين جوا اه طبعاً مداي بس يطلع اقولك انا المسئول ولما حصل الموضوع طبعاً بعد كده روحنا لعبنا في كوريا وتهزمنا وكان اقلت طبعاً اه طبعاً كانت مبارا ودية كانت مبارا ودية بس هي الطريقة يعني ما كانتش كويسة اه ودي من ضمن الحاجات طب انا عايزة اسأل كابتن بركات برضو قبل ما نسيب النقطة دي انا قلت في البداية انه هو مؤكد هو تأثر بضغوط رهيبة لانه جلطة المخد بيد عنك وبيد عن السامعين كلهم طبعاً اه عادة بتيجي نتيجة ضغوط نفسية عنيفة تفكير قهر ظلم انا عايزة اخد وجهة نظرك في الضغوط اللي بتحصل على المدربين بالذات ولعبت الكورة من الجماهيل اللي على السوشال ميدي والله كنت بمتحة تبص يعني اه اه الكورة ضغوطات خصوصاً لو انت المكان اللي انت فيه ده نادي مثلاً جماهيري ليه جماهير سواء انت بتدرب في المكان دوت نادي جماهيري عنده جماهير انت صعب ان انت وانت لعيب او مدرب صعب ان انت اه تردي الناس كلها يعني هيبقى من الصعوبة ان انت تردي الناس كلها صحيح اشتركوا في القناة